في مهمة خاصة قتلت جيش الأمريكي قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد ما أثار حفيظة إيران للرد على الولايات المتحدة فكان الفعل ورد الفعل في العراق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن قاسم سليماني كان مسؤولاً عن قتل مئات الأبرياء في العالم وأن الهجمات الأخيرة على أهداف أمريكية في العراق كانت بتوجيهات من سليماني وبعد عدة أيام جاء الرد الإيراني بهجوم صاروخي على القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد في العراق لكن وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية فإن الهجوم لم يسفر عن سقوط إصابات في صفوفها من جانبها أكد الطهران أن الهجوم على قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى في مدينة أربيل هو رد على مقتل سليماني وجاء على لسان وزير الخارجية الإيراني محمد جواز ظريف أن الضربة الصاروخية التي شنتها بلاده ضد القوات الأمريكية إجراء انتقامي متكافئ مع اغتيال قاسم سليماني على حد وصفه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وهو يحاول حفظ ماء الوجه قال إن إيران أبلغت العراق بالهجمات الصاروخية التي شنتها على الأمريكيين في العراق على حد زعمه بينما أشار سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتين هوث إلى تحول العراق لساحة صراع بالوكالة هذا وتوعد الحرس الثوري الإيراني لولايات المتحدة برد وصفه بالأكثر عنفا إذا ردت قواتها على الهجوم الذي شنته قوات الحرس على قاعدة عين الأسد وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيرني اعتبرت الضربات الصاروخية الإيرانية في العراق تصعيدا من جانب طهران لكن صحيفة الاندبندنت عربية كشفت عن ترتيبات سبقة الرد الإيراني على اغتيال الجنرال قاسم سليماني في بغداد مؤكدة وجود تنسيق بين طهران وواشنطن قبل الرد ونقلت الاندبندنت عن مصادر دبلوماسية عراقية القول إن الرد الإيراني كان منسقا مع الولايات المتحدة عبر وساطة دولة خليجية وأن ترتيبات عسكرية اتخذت من قبل الجانبين لضمان أن لا يؤدي هذا الرد إلى سقوط ضحايا أجانب وهو ما حدث بالفعل من جانبها دعت هيئة علماء المسلمين في العراق العراقيين أن لا يسمحوا بأن يكون العراق ساحة لصراع وأن لا يكون أدوات له مؤكدة أن خلاص العراق يكون بدعم ثورة شبابه حتى يتحرر العراق من الاحتلالين